السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباحكم ومسأكم وكل حياتكم معطرة بذكر الله والصلاة على المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهلا وسهلا بكم وتحية من القلب لؤلوبكم جميعا وكلكم على راسي من فوق كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة مولد سيدنا محمد أشرف الخلق المصطفى والمرتضى والمكتبة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل سنة وانتوا طيبين جميعا النهاردة جايب لك العشبة الصينية المعجزة حاجة كده روعة فوق مما تتخيلي أنا مش عارف الصراحة أبدأ منين ولا منين فيها احتر تقدمها ازاي ولكن توكلنا على الله النهاردة هقدمها لك بشكل مبسط وبسيط وللغاية لأنها فعلا مهمة جدا حد منكم شاف بشرة الصينيين عاملة ازاي؟ طب حد منكم شاف شعر الصينيين ناعم وحريري ازاي؟ طب حد منكم شاف نحافة الصينيين ازاي؟ هقول لك بالتفصيل عن العشبة الصينية الروعة اهي النجمة الصينية بس على فكرة ما سمقاش النجمة الصينية يعني هقول لك دي ايه بالزبط صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم محدش ينسى يصلى على النبا جميعا العشبة اللي احنا شايفينها دي العشبة دي قادرة اللي هي تقدر تفتد دهون الجسم بطريقة ممتازة جدا وهتخلصت كمان من المية الزايدة في الجسم العشبة دي جبرة جدا في التخسيس العشبة اللي احنا شايفينها دي مهمة جدا للناس اللي هم عايزين يتخلصوا من يعني عادة التدغيم التدخين او الاقلاع عن التدخين بمجرد انه هو ياخد واحدة زي كده هوت ويبدأ يمضخة او يحطها بقه ويبدأ يمضخة لو هو حابب يقلع عن التدخين دي هتخلصوا جدا من العادة السيئة دي العشبة اللي احنا شايفينها دي مهمة جدا لامراض الضغط لاي حد عنده ضغط مرتفع هتنزله الضغط ده في ثانية الا ثانية مهمة جدا للي عنده صداع مهمة جدا للي عنده بلغم مهمة جدا للي عنده الام في الحلق والشتة جاي وقلام الحلق دخل علينا او للاطفال مفيدة جدا للاطفال عشان تكونوا عارفين مهمة جدا لتحفيز لبن الام حاجة كده روعة فوق مما تتخيله طف البشرة هتعمل ايه دي هتعمل يا جماعة حاجة روعة جدا هتوحدلك لون البشرة هتمنع التراهولات هتزيل التجاعد بطريقة رهيبة وهتبهرك فوق مما تتخيالي بس بشرط لو احنا استمرنا عليها فترة يعني طويلة شوية لان احنا عارفين طبعا اي حاجة طبيعية لازم نقدر الجلد الاول يتعود عليها عشان تقدر تديك ايه نتيجة مهمة جدا لحماية من التساقط للمعان الشعب هيقدر كمان اللي هو يخلصك من حشرات الرأس العشبة دي اسمها الينسون النجمي العشبة دي بيستخلصوا منها يعني اقوى كريمات للشعب والبشرة وبيستخدم كمان فيها الشامبو والبلسم العشبة دي لو عملنا منها شاي هتخلصك من كل مشاكل حياتك خدوا كده الصينيين قدامكم لانها فعلا دي حياة الصينيين شكرا لكم وتحياتي للجميع